الإعلامي نيشان دير هارتونيان تحدث عن اختباره مع القديسة ريتا وني لنعمة الشفاء بفضل صلواتها إلى الله من أجله عبر قناة الام تي في وقال بنفسه إليكم ما حصل معي في التسعينيات في عام 1990 كنت أدرس مستلقيا على السرير وإذا بي أنظر إلى قدمي فأرى بقعا حمراء قد غطتها اعتقدت للوهلة الأولى أنها مجرد حساسية عند التاسعة مساء امتدت هذه البقع إلى مستوى الركبة بعد منتصف الليل لاحظت أن قراءة دم صغيرة غطت فمي أيضا ظننت أنني ربما أكلت نوعا معينا من الأطعمة سبب لي هذه الحساسية أيقصت أهلي وأخبرتهم بما حصل معي ورأوا فمي مغطى بقراءة الدم انتظرنا ساعة قبل الذهاب للمستشفى بعد معاينة الطبيب أخبرني بأنني أعاني من تسمم من جراء تناول الأدوية بقيت على هذه الحالة على مدى حوالي أربع تيام من سما قصدت طبيبا مشهورا في الجامعة الأمريكية في بيروت اختصاصي في الأمراض السرطانية والدم وخضعت للفحوصات اللازمة الدم مكون من القريات الحمراء والبيضاء والصفايحات التي يجب أن يتراوى على دعبين 150 ألف و450 ألف صفيحة في المليمتر المكعب وكانت النتيجة عدد الصفايحات في دمي بلغ 8000 صفيحة فقط قال الطبيب لأهلي من المستحيل أنه مازال على قيد الحياة مضيفا إذا لم يتجاوب جسمه مع الدواء لن يعيش إلا ثلاثة شهر سمعت ما قاله الطبيب فبحثت في الموسوعة الطبية وقرأت معلومات متعلقة بالمرض الذي كنت أعاني منه نقص صحات في صفايحات الدم يصيب واحد في المليون في العالم وتبلغ نسبة الوفاة من جراء الأصابة به 95% إذن لا أمل في شفاة اقترحت علي أختي قراءة كتاب أعطتني إياه صديقتها لكن شدة ألمي ومعاناتي من نزيف لم تسمح لي بالاستجابة الاقتراحية أخدت الكتاب ورميته غرقت في بحر الألام والدموع أنتم لا تستطيعون تصور مقدار ألمي في الليل كنت أخاف من النوم ومن أن يسرقني الموتة بغتا وأقول في نفسي يجب أن أظل مستيقظا وأتنفس في تلك الليلة اخترت من مكتبتنا كتابا مفتوحا ونظرت إلى الغلاف الذي يظهر سيدة تفتدي الأسود ويحمل العنوان الآتي القديسة ريتا ديكاسيا لم أفهم ما كتب بعد الإسم رغبت في الصلاة والتعرف إلى محتويات هذا الكتاب قراءة الكتاب الذي وصلت الضوء على قصة القديسة ريتا واكتشفت أنها بطلة مسيحية خارقة ضحّت كثيرا فقلت في نفسي هل أصدق أم لا أغلقت الكتاب وقلت للكتديسة ريتا ليس لدي الكثير من الوقت كي أبقى على قيد الحياة وطلبت منها التدخل والتوسل لله فهو بالتأكيد سيقبل صلواتها من أجلي وبالتأكيد يقدر أن يشفيني أكملت إجراء الفحوصات ولم يكن هناك من أمل في شفاه في يوم الخميس قال لي الطبيب اسمع يا نشان أنت إنسان ناضج إذا لم يرتفع عدد الصفايحات في دمك الأسنين المقبل سنضطر إلى استقصال التحال وجزء من الكبد حين إذن توجهت للكتديسة ريتا قائلا لا أريد أن أموت باكرا أثناء نومي حلمت بسيدة ترتدي الأسو وعندما استيقظت من النوم قلت في نفسي ربما هي الكتديسة ريتا نظرت إلى صورتها في الكتاب وقلت لأهلي لا لا ليست ريتا أطل يوم الإسنين الذي حمل معه الخبر المنتظر توجهت إلى الجامعة الأمريكية باكرا عند الساعة ستة ونص صباحا لأجري فحص الدم برفقة أهلي سألني الطبيب إذا ما كنت قد تناولت دواء جديدا في خلال نهاية الأسبوع وطلب إجراء فحص دم آخر بعد نصف ساعة لمني بالخبر الصغار بلغ عدد صفايحات دمي 250 ألف بعد أن كان 8000 فقط أرضف قائلا إذا بقيت على هذه الحالة حتى الأربعاء فهذا يعني أنك بخير عند إذن سألتك هل أشفى؟ وأتتني الإجابة المنتظرة لقد شفيت لا تشكوا من أي شيء بعد مرور يومين وصل عرض صفايحات الدم إلى 450 ألف صفيحة حتى اليوم بعد أيام عدة علمت بأنهم سيجلبون تمثالا جديدا للقديسة ريتا إلى الكنيسة التي تحمل اسمها في حرش تاب قصدت الكنيسة وعندما رأيت التمثال أخبرت أهلي بأنها المرأة التي رأيتها في الحلم في حلمي أعطتني وردة على شكل قلب ونظرت إليها لأرى من هي السيدة التي وهبتني هذه الوردة الحمراء كم هي رائعة أخستها ونلتشفها أنا تعمدت بالإيمان مع ريتا ومنذ اختباري معها حتى اليوم يزدان مدخل بيتي بصورتها الكبيرة التي ألقي التحية عليها صباحا ومساء لا أقول لها الكديسة ريتا وإنما ريتا هي صديقاتي التي ألتج إليها دوما وما أطلبه منها يتحقق في ناس بيعملوا فرق بحياتك ريتا هي كل الفن نشان دير هارتونيان مولود 24 مايو 1971 إعلامي لبناني من أصل أرماني ولد نشان في أرمانيا يحمل شهادة السنوية ولم يتلقى أي تعليم جامعي تخرج من استوديو الفن للمخرج سيمون أصمع سنة 1996 توفي والده في فترة كان هو خلالها موجودا في دبي وهذا ما قد أثر كثيرا فيه لكونه كان متعلقا جدا بأبيه أما والدته فاسمها بير جوهيد وهي سورية أرمانية من السويدان هنا كان نشر سورته مع والدته هي سورية أرمانية إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم؟ شاركونا في التعليقات لديه شقيقا الكبرى سالي ورافي الأصغر ومنذ طفولته كان شغوفا نشان بحب التعلم والمعرفة وهو من هوات المطلعة ويشهد له الجميع الآن بثقافته الكبيرة والواسعة في جميع المجالات تعرض في عمر الثامنة عشر الوعقة صحية كادت أن تودي بحياته اللي ذكرناها من شوية يدرس الإعلام للطلاب الجامعة الأمريكية في بيروت ولقوا نشاطات إنسانية عديدة حاز على شهادة في علم الأحياء من الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى شهادة CELTA لتعليم اللغة الإنجليزية للراشدين من جامعة كامبرج كما اشتهر بشغفه باللغات حيث يتكن العربية والأرمانية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإيطالية ست لغات هو عازم حتى الآن دي صرته معا لو أعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم شكرا لكم